خلنا نبدأ موضوعنا النهاردة أو حلقتنا النهاردة بموضوع اجتماعي أظن أنه هو موضوع الساعة أو موضوع العصر بشكل أدق هذا الموضوع مرتبط بكيفية التواصل الاجتماعي في ضل وسائل التواصل الاجتماعي في ضل السوشيل ميديا الموجودة حالياً والمسيطرة بشكل كبير على حياتنا وشغلنا وكل مناحي الحياة دراسة حديثة أجرتها مؤسسة جالوب الأمريكية وهي دراسة أو هي مؤسسة مهتمة بالاستقصاءات واستطلاعات الرأي وما إلى ذلك شاركت في هذه الدراسة واستهدفت تحديداً سبع دول من بينها مصر وإندونيسيا والولايات المتحدة وفرنسا والمكسيك والبرازيل على ما أظن كانت تستهدف هذه الدراسة قياس مدى تواصل الناس في الدوار الاجتماعية المحيطة بهم أنا أعتقد وأظن أن النتائج معروفة يعني النتائج إزاي الناس بتتواصل هل قل هل زي ما هو هل زاد أظن إحنا كلنا عارفينها وإن كان فيها بعض الأرقام المفاجئة اللي أنت كنت بتحكي معي عليها قبل الهوى أعتقد أني نتائج جابية حلوة إن إحنا في ظل التكنولوجيا دين فيه تواصل فعلا طب نقولي النتائج وبعدين نقولي طب خلنا نقولي النتائج النتيجة اللي لفتت نظري تحديدا أن تقريبا تسع أشخاص من كل عشر أشخاص في مصر بيتواصلوا يوميا على الأقل مرتين يوميا مع أحد الدوار أو على الأقل فئتين من الدوار الاجتماعية المحيطة سواء اللي كانت في الشغل أو العمل يعني أو الأقارب والأصدقاء أو حتى الأصدقاء البعيدين مش بس الأربين صحيح النسبة دي بتقل مع تعادل الدول وتقدم الدول هي بتتناسب ترضيا مع تقدم الدول يعني في مصر كل تسعة من عشر أشخاص في الولايات المتحدة ستة من كل عشر أشخاص ما زال نسبة التواصل صحيح لأنه في دراسة تانية برضو بتقول يا همام أنه الأجهزة الإلكترونية الواتساب ومواقع التواصل الاجتماعي خلت ربما الناس تتواصل بشكل أكبر ولكن الحقيقة كما نعتقد بأنه هذا التواصل هو تواصل زائف إيه رأيك يا نهر؟ طبعا يعني أنا دايما بقول أن السوشيال ميديا أو التعامل عن طريق الواتساب والمحادثات الكتابية بتبقى ما بتوصلش الإحساس اللي عايزة يوصل أو ما بتوصلش الكلام بالطريقة اللي عايزة توصلها بيها فحتى التواصل في ناس بتتواصل كل يوم يعني زمان المعايادات عيد الميلاد أو العيد أو الحاجات دي كانت بتكلم لحد اللي قدامك وتحس بفرحته أنه هو أنت بتعيد عليه دلوقتي هي بتبقى رسالة كل سنة وانت طيب شكرا وانت طيب فأعتقد أن ده قلل جدا إحساس الإحساس عند الناس يعني بقت خلاص ميسج أنا ممكن حتى ما يتردش عليها هي مجرد حاجة بتتبعت لكل الناس ده غير أن المحادثات الكتابية كمان لو في خناقة أو في موضوع مهم بتتكلم فيه عمرها ما بتوصل إنت عايزة تتكلم فيه زيبا؟ رسالة بتوصل مشوشة بالضبط رسالة فعلا ما بتوصلش ما بتوصل لكش المشاعر الحقيقي لجواك يعني ساعات بيحصل فعلا سوق فيه ما بين يعني الأشخاص اللي بيتواصلوا مع بعض بس خلينا نكون متفقين أن في النهاية أي حاجة لها إيجابيات ولها سلبية صحيح فعلا يعني ممكن تكون قللة الروابط إلى حد كبير لكن خلينا برضو نكون بننظر فيها للشق الإيجابي أنه ممكن في الظل مثلا جائحة فيروس كورونا كتديل وسيلة الوحيدة اللي احنا نتواصل فيها مع بعض كمان كلنا أكيد عندنا أرايب أصحاب عاشين بره مش بالضرورة يعني ليس بالضرورة نتواصل بشكل مباشر لكن حتى عن طريق الهاتف بيكون من أفضل والدراسة استهدفت من ضمن وسائل الاتصال يعني هي كانت بتقيس الاتصال ده هل هو عن طريق التليفون هل هو عن طريق الاتصال المباشر هل هو عن طريق الواتساب ووسائل التواصل الحديثة أنا اللي كان فاجئني بصراحة أن الدول العربية تحديدا في الدراسة دي كان موجود فيها مصر أن تسع أشخاص من كل عشرة لازم بيتواصلوا يوميا على الأقل مرتين يوميا بعدها جاءت باريس فرنسا بعدها جاءت باريس باريس كان تقريبا أكثر أو تمانية ونص تقريبا وإندونيسيا تمانية كان أقل لها البرازيل تقريبا أقل من خمسة ونص قالوا إيه الأسباب يا همان الدراسة ما كانتش بترصد أسباب لكن كانت بترصد نسبة وأرقام معينة بس أنا أعتقد أن الأسباب يمكن بالزاد في الدول العربية اللي هي فيها أكبر نسب للتواصل أعتقد أن الأسباب واضحة لأن إحنا من زمان الدول العربية فيه دايما تجمعات الأسرية وفيه دايما يعني فيه تقوص وعدات والتقاليد إحنا متعودين عليها من وإحنا صغيرين يمكن قلت عن زمان بس لسه موجودة يمكن في كل الأعيات في كل المناسبات في كل حتى في الأفراح في الشدائد كل الناس بتحب النهاية تبقى موجودة فده دول العربية مدركة قيمة وجود الصداقة والأسرة رغم وجود التكنولوجيا يعني بشكل عام أنا لوصلت له دلوقتي من كل الدراسات الخلاصة أنه هي لها فوائد لو عرفنا نستغلها بالطريقة الصح وليها سلبيات يمكن بتأثر بشكل مباشر على التواصل بين البشر أو حتى على فهم الرسائل بشكل خاطئ